التوقعات المهدوية صارت عندكم صورة إجمالية عن مقدار هذه التوقعات في أصلها ما يقرب من سبعين سنة وما بقي عندنا منها إلا القليل وقد عرضت أهم المصادر التي جمعت هذه التوقعات لعلكم تبحثون عنها وحدثتكم بشكل إجمالي عن رسائلي الناحية المقدسة إلى المفيد ومن أن الرسالة الثالثة قد ضاعت ضيعوها ما ضيعوها إلا لخطورتها النقطة الأولى هناك تضييع متعمد للتوقعات بقي القليل من التوقعات بين أيدينا النقطة الثانية موقف موقف مراجعي حوزة الطوسي بنحو عام من التوقعات إنهم يضاعفونها يضاعفونها سنداً ويضاعفونها دلالةً ولعل من أبرز هذه التوقعات توقيع إسحاق ابن يعقوب توقيع إسحاق ابن يعقوب أسئلة كتبها إسحاق ابن يعقوب إلى إمام زماننا وهي أسئلة خطيرة خطيرة جداً حين أقول خطيرة أقصد من أنها مهمة إلى درجة الخطورة في واقع حياتنا الشيعية وجاء الجواب بخط يد إمام زماننا عبر السفير الثاني وعرفت هذه الرسالة في أوساطنا الشيعية بتوقيع إسحاق ابن يعقوب نسبة للذي أرسل الرسالة وبعد ذلك فإن الإمام أجابه على أسئلته هذا التوقيع مع أهميته يضعفونه سنداً ويضعفونه دلالةً ولكنهم ولكنهم إذا احتاجوا إلى الضحك على ذقون الشيعة في قضية تأسيس المرجعية يعودون إلى هذا التوقيع فيرددون فيرددون ما جاء في التوقيع وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم وأكثر أصحاب العمائم لا يعلمون أن هذا التوقيع توقيع طويل يتصورون أن الكلمة التي تعرف بتوقيع إسحاق بن يعقوب هي هذه فقط لأنهم أساساً لا يقرؤون الحديث ولا يقرؤون التوقيعات والحوزة تعلمهم من أول يوم يأتون إلى الحوزة أن لا يقترب من أحاديث أهل البيت وأن لا يقترب من توقيعات إمام زمانهم وإنما يبقون مشدودين إلى كتب المخالفين وإلى كتب مراجع الشيعة فقط الذين هم ألعنوا من المخالفين ولذا لو سألت أكثر المعممين عن هذا التوقيع لا يعرفونه ولا يعرفون مصدره إنما هي كلمة يحفظونها من خلال ما يسمعونه في الدروس وهم لا يعلمون في الأعمل الأغلب من أن التوقيع الشريف هذا يجتمل على حكم إباحة الخمس زمان الغيبة الكبرى زمان الغيبة عموما لكنني ذكرت الكبرى لأننا نعيش فيها وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث وحينما يواجه المراجع بهذا النص فيقولون من أن الخمس المباح هو الذي يرتبط بالمناكح بالزواج بقرينة لتطيب ولادتهم ولا تخبث وفقا لهذه الرؤية ولهذا التفسير فإن الأحاديث التي تقول من أن وجوب صيام صيام شهر رمضان لأجل أن يستشعر الأغنياء جوع الفقراء فإذا افترضنا أن الغنية يستشعر جوع الفقير من دون أن يصوم هذا يعني أنه لا يجب عليه الصيام بحسب هذه الرؤية هذه رؤية شيطانية وهم يعلمون من أن التعليل وبيان الحكمة في ذيل بيان الأحكام الشرعية يأتي من باب بيان بعض الحكمة وإلا كما قلت لكم فإن الغنية الذي يستشعر جوع الفقير من دون أن يصوم لا يجب عليه الصوم وكذلك الفقير الفقير هل يحتاج إلى أن يستشعر جوع الفقير ما هو جائع فهذا يعني أن الصوم ساقط عن أي منطقنا فعينما يريدون أن يضحكوا عليكم يضحكون عليكم بهذه الطريقة السخيفة فيقولون لكم من أن الخمسة الذي أبيح هنا الذي يرتبط بالمناكة أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع إنما أردت أن أعرض عليكم كيف يتعاملون مع التوقعات المهدوية ضيعوا أكثرها حكموا على الباقي بالتضعيف ضعفوها سندا ودلالته وحتى حينما يواجهون بها يحرفون مضامينها أردت عليكم في الحلقات الماضية زمان الحسناوي وهو معمم صغير لا قيمة له معمم صغير لكنه تعلم من المعممين الكبار يقرأ في هذا الكتاب في الكتاب نفسه من الكتاب يقرأ النص لكنه حين يقترب من عبارة وأما الخمس ينقلب حاله ويقفز قفزة واضحة رجاء اعرض لنا الفيديو وأتمنى على المشاهدين أن يقرأ لغة جسده أن يقرأ ما يظهر على وجهه وأن ينصت بدقة إلى الطريقة التي سيقفز فيها وأما قفزة لأنه يبدو قد رأى الطنطر أعرض لنا الفيديو وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران يأكل نار وأما وأما علة ما وقع من الغيذة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم مباشرة بعد العبارة وأما المتلبسون بأموالنا مباشرة تأتي العبارة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى آخر التوقيع الشريف قفز منها قفزتهم طويلة ذهب بها عريضة مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعثمان ابن عفان لما فر بعيدا جدا يوم أحد فقال له قد ذهبت بها عريضة يا عثمان فلقد قفز قفزة عريضة زمان الحسناوي هذا مثال بسيط نحن لا نمتلك الأدلة الحسية على ما يفعله الكبار فهذا مثال مما يفعله الصغار الذين تعلموا من الكبار كيف يحرفون التوقعات المهدوية رجاء أعيد بث الفيديو وانتبه إلى أن الرجل يقرأ من الكتاب فهو لا يقرأ من دون كتاب حتى أضع احتمالا من أنه نسي الكلام ويقرأ من الكتاب ما إن وصل إلى الجملة حتى قفز قفزة واضحة رجاء أعيد بث الفيديو وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران نار وأما وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم هذا تلميذ المراجع وهكذا تعلم من المراجع كيف يضحك على الشيعة وكيف يدلس على الشيعة وكيف يقطع التوقعات المهدوية الشريفة هذا مثال صغير لكن الواقع الشيعية منذ أن أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين يجري على هذه الحالة ويجري على هذه الهيئة الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار للمجلس الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي الرسالتان اللتان وصلت إلى المفيد المصدر الأصل هنا وصاحب البحار نقل عن هذا المصدر وهو المصدر الأصل الرسالة الرسالة الأولى جاء فيها ذكر أكثر مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسع ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وفي الرسالة الثانية وصفهم الإمام بالسباريت من الإيمان السباريت جمع لسبروت بالضبط ما نقوله في ثقافتنا الشعبية العراقية سربوت والجمع سرابيت في لغة العربي الفصحى سبروت والجمع سباريت فالإمام وصف أولئك المراجعة بالسباريت من الإيمان هذا الوصف لا ينطبق على العباسيين ولا ينطبق على غير العباسيين لأن أولئك لا إيمان عنده فما هم من الشيعة الإيمان هو التشيع الإيمان ولاية علي الإيمان ولاية الحجة بن الحسن بحسب ثقافتنا بحسب ديننا غيرنا لهم دينهم ونحن لنا ديننا السباريت من الإيمان الذين بإمكانهم أن يكونوا مؤمنين لكنهم يفتقرون إلى الإيمان هم الذين ضيعوا إيمانهم ضيعوا إيمانهم حينما نقضوا بيعة الغدير مثل ما جاء في الرسالة الأولى مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وأفضل مصداق لهؤلاء الطوسي الطوسي كان موجودا حينما وصلت هذه الرسالة للمفيد لأن الطوسي التحق بالمفيد سنة أربعمية وثمانية للهجرة وهذه الرسالة وصلت سنة أربعمية وعشرة للهجرة في الرسالة الثانية أيضا الإمام يقول فما يحبسنا عنهم ما يحبسنا عن الشيعة عن مراجع الشيعة وعن الشيعة عموما ما يحبسنا عن التواصل معهم فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم الإمام يتحدث عن كراهيته لهؤلاء المراجع وعن كراهيته للواقع الشيعي الرسالة الثالثة ماذا ذكر فيها الإمام يبدو أن الإمام قد تحدث بنحو صريح وصريح وصريح جدا ولذا ضيعوها ضيعوا الرسالة وما بقي لها من أثر بعيدنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه هذه صورة إجمالية عن التوقعات المهدوية الشريفة سؤال السائلين هل هناك من توقيع يتحدث عن هذه المسألة عن ذكر أمير المؤمنين في الصلوات المفروضة بعنوان الوجوب إذا كان الحديث عن ألفاظ مباشرة فإننا لا نملك توقيعا في ذلك ولكن خذوا بنظر الاعتبار من أن التوقعات لم تصل إلينا كاملة وما وصل منها إلا القليل وحتى الذي وصل إلينا تعرض للتحريف والذي وصل إلينا ضعف سندا ودلالة من قبل مراجع حوزة الطوسي لكنني سأشير إشارات إجمالية لما ورد في بعض هذه التوقعات الشريفة من هذه التوقعات زيارة آل ياسين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الإمام الحجة قال في أولها إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى صنف من الشيعة قلوبهم تقودهم إلى هذا التوجه أن يتوجه إلى الله تعالى بمحمد وآل محمد وصنف من الشيعة يتوجهون إلى محمد وآل محمد إلى إمام زمانهم بنحو مباشر وهذا ما نجده في دعاء الندبة الشريف وهو من التوقعات أيضا فدعاء الندبة ورد عن الناحية المقدسة ومما جاء فيه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا التوجه في كل حال من الأحوال نتوجه إلى إمام زماننا في كل أحوال وأبرز هذه الأحوال في حال العبادة وطاعة والذكر والمناجاة فيما يرتبط بأبرز صور الحياة الدينية أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا التوجه إليهم هو هذا الذي يتحدث عنه دعاء الندبة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ماذا جاء في زيارة آل ياسي هكذا نخاطب إمام زماننا وهكذا نخاطب محمدا وآل محمد أنتم الأول والآخر أنتم الأول والآخر من تابع الحلقة الماضية قرأت رواية من الكاف الشريف من أحاديثهم وهم يتحدثون عن مضمون الحاج والحاج عبادة راسخة ومركزة ابدأوا بمكة واختموا بنا يبدأون بمكة يطوفون حول بيت شرفه الله بمولد علي وعلامة ميلاد علي واضحة في البيت مهما حاولوا تغطيتها هذا بيت شرفه الله بولادة علي في وعلامة التشريف واضحة واضحة في جدار البيت مهما حاولوا تغطيتها حتى البداية فإنها تعود إليهم ابدأوا بمكة واختموا بنا البداية أيضا منهم وإليهم أنتم الأول والآخر أنتم الأول والآخر في العقيدة وفي القرآن ومعارفه وفي الأحكام وتفاصيلها أنتم الأول والآخر في الدنيا بشؤونها وفي الآخرة بشؤونها أنتم الأول والآخر في عالم التشريع وأنتم التكوين وأنتم الأول والآخر في عالم الطبيعة والشهادة وأنتم الأول والآخر في عوالم الغيب والملأ الأعلى وأنتم أنتم هذا هو المضمون الذي تتحدث عنه الزيارة الشريفة التي وردتنا بتوقيع من الناحية المقدسة من دون طلب من الإمام الإمام أرسلها إلينا أنتم الأول والآخر يأتي مضمون ذكر علي في الصلاة يأتي جزءا من هذه الحقيقة في توقيع من التوقيعات المهدوية أقرأ عليكم من الاحتجاج للطابرسي من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة أربعمية أو ستة واثمانين هذا التوقيع وردنا عن إمام زماننا من طريق محمد بن عبد الله الحميري رضوان الله تعالى عليه في سنة سبع وثلاثمائة سنة ثلاثمية وسبعة للهجرة متى انتهت الغيبة الأولى ثلاثمية و تسعة و عشر فهذا التوقيع ورد في أواخر الغيبة الأولى تقريبا سنة ثلاثمية و سبعة التوقيع طويل أذهب إلى موطن الحاجة دعاء التوجه في الصلاة و الإمام أشار إلى أنه سنة و ما هو بواجب دعاء التوجه يقرأ بعد تكبيرة الإحرام في داخل الصلاة هكذا يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم و دين محمد و هدي أمير المؤمنين و ما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء الشريف فهذا ذكر أمير المؤمنين في داخل الصلاة بعد تكبيرة الإحرام في دعاء التوجه إنما جئت به و جئت بزيارة آل ياسي و دعاء الندبة كي أقول لكم هذه بقايا التوقيعات تشير إلى هذه الحقيقة من أن ذكر علي مشرع مشرع في الصلاة و هذا النص واضح من توقيعات الناحية المقدسة بعد تكبيرة الإحرام هكذا يقول المصلي وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض حنيثا مسلما على ملة إبراهيم و دين محمد و هدي أمير المؤمنين و ما أنا من المشركين فذكر أمير المؤمنين مشرع في الصلاة فلماذا يقول هؤلاء من أن ذكر علي في داخل الصلاة يبطل الصلاة ألا لعنة على دينهم ألا لعنة على صلاتهم ألا لعنة على فتاواه هذا توقيع من الناحية المقدسة من بقايا التوقيعات التي أتلفوها و حرفوها و حرفوا الدين بكامله نذهب إلى فاصل ما يرتبط بالتوقيعات المهدوية حددتكم بنحو إجمالي أما اللقاءات فإن السؤال يسأل عن لقاء عن توقيع أما اللقاءات اللقاءات كثيرة و نحن لسنا مطلعين على كل اللقاءات و إنما اطلعنا على ما جمع في الكتب و هناك العديد من الكتب من الكتب القديمة و من الكتب المعاصرة التي تشتمل على وقائع لقاءات الشيعة بإمام زمانها هل نصدق كل الذي ذكر في هذه الكتب هل نصدق بعضه هل أن البعض منه قد تعرض للتحريف كل ذلك ممكن لكن ني أقول بالإجمال بحسب الطلاع فإن فإنني لا أتذكر لقاء لشيعي من الشيعة التقى إمام زمانه و كان هناك من حديث أو من كلام عن ذكري أمير المؤمنين في الصلوات المفروض بحسب ما أتذكر من اللقاءات التي سمعت بها أو التي قرأتها في الأعم الأغلب في الكتب المختصة بمثل هذا الموضوع وهي كتب كثيرة ما هي بقليلة لكن يبقى فإن كثيرا من اللقاءات أصحابها لا يتحدثون عنها أو ربما تحدثوا عنها ونسيت وأهملت أو ربما وصلت إلى الكتاب والمؤلفين ولأمر من الأمور لم يثبتوها في كتبهم قطعا اللقاءات التي كشف فيها الإمام لشيعته عن معايب المراجع أو عن معايب بعضهم فإن هذا لن يذكر في هذه الكتب لأن الذين جمعوا هذه الوقائع وهذه اللقاءات هم في أجواء المرجعية أو ممن يخافون من بطش هؤلاء المراجع فهذا هو الواقع الذي نحن نعيش فيه منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حين أسس الطوسي المشؤوم الحوزة المشؤومة في النجف من وجهة نظري اللقاءات التي كانت فيما بين عوام الشيعة والإمام هذه لقاءات حقيقية يمكن أن تصدق أما اللقاءات التي ذكرت ما بين المراجع والإمام فأنا لا أصدق أكثرها أصدق البعض منها سابقا كنت أصدقها ولكنني بعد أن اطلعت على الكثير من الأسرار وكيف أن المراجع ينسجون الأكاذيب في هذا المجال أصبحت لا أصدق الكثير من الوقائع التي تنقل عن المراجع أصدق بعضها لكنني لا أصدق الكثير منها فإن المراجع يكذبون أبناؤهم يكذبون أصهارهم يكذبون طلابهم يكذبون هناك قضية لا تعرفونها أتحدث عن البعيدين عن الأجواء الحوزوية وكواليسها هناك قضية يقولون عنها من أنها سر بقاء الحوزة طيلة هذه القرون يقولون إننا نستعمل الكذب للدفاع عن الحوزة قطعا سيكذبون ني لكن الحقيقة هي هذه لأنهم يوجبون على أتباعهم في الكواليس الخاصة يجبون عليهم وليس يجيزون يجبون عليهم أن يكذبوا لصالح المرجعية وأن يكذبوا على مخالفي المرجعية يجبون عليهم ذلك لا يجيزون له يقولون لهم يجب عليكم أن تكذبوا لصالح المراجع فيسطرون الكرامات وأن تكذبوا على الذين يخالفون المراجع فيسطرون المطاع وهم يقولون نحن بهذا الأسلوب حافظنا على المرجعية وحافظنا على الحوزة وحافظنا على الدين أي دين هذا الذي يحافظ عليه بالأكاذيب إنه دينهم ما هو بدين محمد وآل محمد هذا هو دين المراجع دين الأكاذيب ودين التحريف ودين الدجل نذهب إلى فاصل